المباراة اللي جامعت ما بين فرنسا واسبانيا وينتهت بفوز المنتخب الاسباني الطرف الثاني في النهائي شايف اداء منتخب الاسباني ازاي وازاي ادار ولعب الماتش مبارح مع فرنسا اول واحد بيبقى موسوته بيكلم على الاسبانيا بصراحة في اليورو ده المنتخب الافضل بدون ادنى شك في اليورو ده بصراحة وبفارق بعيد قوي عن باقي المنافسين يمكن اول بس القرعة اليورو ظلم او الترتيب اليورو ظلم اه ان المانيا واسبانيا في دور التمانيا بصراحة يعني كان مباراة دي ممكن تكون مباراة هائية ولكن المنتخب او انتصار منتخب اسبانيا مبارح على المنتخب الفرنسي هو انتصار للكورة الحلوة يعني المنتخب الاسباني مع درفوينتي بصراحة عامل توليفة حلوة جدا من اللاعبة شباب زي يميل يمال ونيكو وليامز وقلمو اكتر من اللاعب وفي نفس الوقت عندك كارفخال برضو عنصر خبرة مفجأة كان بلزبادك يميل يمال؟ طبعا المنتخب كله مفاجأة لانا قصدي ان هو لعب نسبح ان هو المفروض المنتخب الاسبانيا حيتغرم عشان القانون عندهم يا جماعة ان هو ده يعتبر طفل يميل يمال الكسب اسبانيا ده يعتبر طفل فوفقا للقانون عندهم لازم اي حد بيشغل طفل حيتغرم فكده المنتخب الاسبانيا حيدفع غرامة تلاتين الف يورو كل اخر عشرين دقيقة في المباراة من بعد دقيقة سبعين لو يميل يوان كامل المباراة بالغرامة تلاتين الف يورو على قلبهم زال العسل ما عندهمش مشكلة الراجل بيكسفهم كل حاجة تمام يعني بصراحة عجبني اود الافوينتي مع المنتخب الاسباني الراجل رغم مسرته التدريبات اللي مش كبيرة يعني هو قبل كده كان مسك المنتخب الولمبي ومنتخب الشباب والمنتخب الاول مع المنتخب اسبانيا ولكن الراجل اه يمكن ما عندهوش خبرة تدريبية كبيرة ما دربش او ما خطش يعني بطولات كبيرة ولكن في نفس الوقت الراجل بيكتسب خبرات ادارة المباراة الكبرى في اليورو ده على فكرة النقطة اللي انت كنت اتكلمت عليه ان هو بيعتمد على الشباب الصغير على العناصر الصغير عشان هما دول اصلا العناصر اللي كانت معاه في المنتخب الولمبي مظبوط مظبوط يمكن دي الافوينتي زي ما شفنا مثلا بيتعلم من اخطاءه كمان ما بيكبرش يعني مثلا في مباراة المنتخب الاسباني لما خرج ياميليامان مثلا ونيكو وليمز في الديع اعتقد 70 وبدأ يريح شوية بلغة الكورة بعد المكان كاسبان 1-0 وخلاص هو بيصير المباراة علشان يبقى كاسبان المانيا 1-0 وطبعا ده ما ينفعش مع المنتخب المانيا لحد ما سجل ومتخب المانيا وبعد كده دخل في الوقت الاضافي وقدر ان هو يكسب المباراة المباراة اللي بعدها قدام فرنسا يعني انا فاكر نيكو وليمز ويميل ياميل طب انت عندك وانت بتكلم كده ماتيريال نستعرضه بالمرة انا هنتكلم على ياميل ياميل بقى بالذات عشان هو يعني النجم الشباكي الأول دلوقتي في المنتخب الأسباني لو الماتيريال رجالة جاهزة ممكن نعرضها بعد اذنكم الهدف بتاعه يبايل لك قد ايه مدى قوة شخصية هذا اللاعب وان هو يعني برغم كل الضغوط اللي موجودة وانت بتلعب سيمي فاينة اليورو ولسه ما تعملت سبع عشر سنة وانت النجم الأول واللي شايل على اكتافك بالنص كده هو شايل حلم كل منتخب أسبانيا على اكتافك هو النجم الأول خاصة كمان بعد اصابة بدري الناس كلها بتتكلم على طول ان ياميل يامال في العادي هو اللي بيروح او نحية الطرف او نحية الخط زي ما بيقوله ويلعب الكورة او يلعب الكورة العرضية وبخاصة كمان ان هو عرضيات مميزة جدا واتاني اكثر لعب عرضيات صحيحة في الدور الأسباني واللي متعودين عليه على طول ان يكواليامز هو الوينج التاني اللي بيقطم لجوه او بيخش لجوه ويبدأ يسدد ياميل يامال المنتخب الأسباني مغلوب 1-0 عادي جدا ما عنده مشكلة وسط 3 لعيبة يقطم لجوه ويعمل عكس اللي هو بيعمله تماما كل مباراة ان هو يروح يلقط ويبدأ يلعب العرضية يقطم لجوه ويلعب الكورة في زاوية لو عشر حراس وقفين محدش هييرها في جيب او لعبها في زاوية مستحيلة وقاتلة احنا نتكلم في لعب ما تم مش لسه 17 سنة شخصية اللاعب شخصية ده كان رد فعل كمان بدري على الهدف يعني ده كان رد فعل بدري الواحد من ضمن الخسائر الكبيرة بصراحة عدم وجوده مع متخب أسبانيا في السيمي فاينال والفاينال ده كان رد فعل على الهدف في ميليا ماي فيعني انت بتكلم في لعب اساطير الكورة ميسي وكريستيانو ومارادونا والناس دي كلها ما كانش عندهم نفس النطج ده في نفس السن يمكن اللي يلاحق النطج ده شوية كان بليه الواحد واخد كاس عالم عام 17 سنة لكن النطج ده في المرحلة السنية دي واناك تلعب أدوار نهائية في تشامنزليج وتلعب أدوار نهائية في يورو مع منتخب أسبانيا وكونينتا نجمل شباكي الأول ما حصلتش بصراحة قبل كده ما علاقة في السن ده ترجمة نانسي قنقر